سرق لصوص مرحاضا من الذهب عيار 18 قيراتا من قصر بلينيم البريطانية حيث تم وضعه كقطعة فنية والمرحاض الذي اطلق عليه اسم امريكا تبلغ قيمته اكثر من 5 ملايين دولار وكان جزءا من معرض اعمال الفنان الايطالية مورد سوكاتيلان الذي افتتح يوم الخميس في القصر الواقع على بعد حوالي 97 كم غرب لندن وقالت الشرطة ان اللصوص الذين كانوا يستقلون السيارتين على الاقل اقتحموا القصر مكان مولد رئيس الوزراء البريطانية ابان الحرب العالمية الثانية وانستون تشيرشل وازالوا المرحاض قبل الساعة الخامسة من صباح السبت بتوقيت جرينيتش مما تسبب في اضرار بالغة وتصرب المياه والقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عاما للاشتباه في توروته في الصرقة لكنها لم تضبط المرحاض المسروق وعبر قصر بلينم عن حزنه لفقدان القطعة الفنية الثمينة لكنه اوضح ان المعرض سيعاد فتحه يوم الاحد وكان المرحاض معروضا في متحف جوجنهايم بنيورك حيث تمكن اكثر من 100 الف من استخدامه وذكرت صحيفة واشنطن بوست العام الماضي ان الرئيس دونالد ترامب رفض عرضا من المتحف لتركيب المرحاض مؤقتا في البيت الابيض لاستخدامه الشخصي